من مطار بغداد إلى مزاد العملة وعمليات الفساد الكبرى التي استنزفت أموال العراق استسق الصحفي روبرت وورث معلومات وأرقام من مصادر متعددة لوظفها في تحقيق استقصائي نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية صلت الضوء بجرأة على ملفات يحضر الاقتراب منها التحقيق يبدأ بقصة مثيرة عن مستثمر لبناني يدير شركة طيران وفندق في مطار بغداد وكيفية تعرضه لتحديد من أجل الاستيلاء على نصف أرباحه أو إرغامه على التخلي عن تعاقده مع الحكومة العراقية فيلجأ إلى الخيار الثاني بعد إحجام السلطات عن التدخل من هذه القصة يتشعب التحقيق إلى زوايا معتمة من زوايا النهب المحروس سياسيا وحزبيا مثل زاوية مزاد العملة التي تدر أرباحا هائلة عبر بيع دولارات بلغ مجموعها أكثر من خمسمائة مليار منذ عام 2003 وحتى الوقت الحالي في عمليات مراجحة استفاد منها في الدرجة الأساس غاسلوا الأموال وأحيانا جماعة إرهابية كما تطرق التحقيق إلى ملف بطاقات كيكارد وكيف أنها في واحدة من نشاطاتها أكسبت إحدى الجهات ثمانمائة مليون دولار سنويا بفعل تسجيل أسماء وهمية لتقاضي رواتب معرجا على مشروع تطوير قناة الجيش الذي ترك كمكب نفايات بعد أن دفعت الحكومة 148 مليون دولار إلى ثلاث شركات لإنجازه ترجمة نانسي قنقر